يعني الله سبحانه وتعالى وعد العافين عن الناس والمنفقين وبالذات العافين عن الناس جنة عرض السماوات والأرض أي بشارة هذه والعافين عن الناس والكاظمين للغيظ والمنفقين في السراء والضراء والكاظمين للغيظ هذه كلها العفو فمن عفى فأجره على الله ما قال على البشر فمن عفى فأجره على الله وأنا سبق أني قلت لك يعني عندي خسلتين الأولى ولو ما صلي إلا لا ركعة في الليل وركعتين ضحى لا بد أدعي لجميع الناس إن كان إني قلت لهم بغلط أو بصحة أقولها من هذا المنبر أحياء وأموت إن الله يعفو عنه من أعتديت عليها أو زلت عليها بقصد وغير قصد فيه بكلام أو فيه مال وفيه عرض أحياء وأموت اللهم أعفو عنهم وغفر لهم والدينا والديهم وزواجنا وزواجهم من دلاليهم وجمعهم سنين والله إنه هذا ديدني والدعاء للموت المسلمين جميعاً والدعاء لمرضى المسلمين جميعاً حتى نسعد حناً وأنا قد قلت لكم يعني إش اللي نستفيد حناً هل حين أنت واصل واصل المهم أنه أنت أصلاً لو حملت شوي قلناً مغطى إش تسوي لو العلبة هذه في يدك وجالس تضغط عليها بتنفجر صح ولا لا لا هذا اللي بتنفجر هنا أهدر على قلبك أنت هذه قلبك أنت كل ما ضغطت عليها كل ما ضغطت على شريان عندك لا يسمح الله لا يجيك جلطة ولا يجيك شيء لذلك الاختلاف موجود لكن ما تصل إلى حد أنك تدعو على عدوك ولا تهتم بالموضوع هذا أكثر من اللازم فكل ما ضغطت كل ما ضغطت على نفسك وعلى صدرك كل ما تركت هذا الفسحة في صدرك والراحة تجد راحة بل أنا أقول من أعظم ما الذي قال لي أنا أرتاح أبو عبد الله وكلكم ديدان إن شاء الله إن شاء الله أنه ديدان كلنا لأنه الله يعلم سبحانه وتعالى كل ما شفت لك واحد مصاد عنك أو شيء بقصد وغير قصد أو شيء لا يفهم أو شيء تقول اللهم أهدهين الصواب ورده إلينا رد جميلة وهناك ملك يقول آمين ولك بالمثل جزاك آية فوجدت فيه أنا من هذه أشياء كثيرة لا تحصى بعضهم ترسل له كل شيء ما يرد عليك فتدعي لا تجلس لا يرد عليك في الجوال من اللي يرده؟ الله الله سبحانه وتعالى ثم الملائك الموكلين بالإصلاح بين الناس فأس الله يشرح صدورنا ويسر أمورنا ولا يجعل فيه قلوبنا غلا للذين آمنوا آمين آمين فهذا من التسامح وهذا من السعادة أصلا ما قدمت له نفسك أنت الشخص ترى ما قدمت لهذاك شيء ما يعلمك أنت ريح بالك ويدعلك الله سبحانه وتعالى بركه في عمرك وفي صدرك في نفسك في أولادك في ذريتك وتلقى من يدعو لك يا أسفد الله فأسأل الله أن يخلص لنا القول والعمل آمين في الدنيا وفي الآخرة الله يجزاك خيري أبو علي ويبارك فيك الشيخ سعيد براكام العفو عن الناس وما هو العفو الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مع أصحاب